طبي وانجاز طبي عصرنا كلنا في عام 2014 هو التفاؤل والامل الجديد للقضاء على الفيروس العين المسمى بفيروس C انا فاكر ان انا في يناير 2014 في اول العام عملت حلقة تحت عنوان مستقبل مشرخ ينتظر مرضى فيروس C وقلت ان تفاؤله لان خلاص اخيرا اتفك لغز هذا الفيروس العقاقير اللي احنا كنا بنعتمد عليه او عقار الانترفيرون والريبافيرون بس ده كان السلاح الوحيد لكن قدر العلماء الحمد لله ان هم يتوصلوا الى فك الشفرة الخاصة بتكاثر هذا الفيروس وبالتالي بدأت تظهر عقاقير الناس يمكن مش واخده بالان انا بقول عقاقير لانها فعلا ادوية مش السوفالدي بس يعني الحمد لله اللي دخل مصر حاليا هو عقار السوفالدي وده اسمه التجاري وفي مؤشرات جيدة جدا علالت عنها اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكابدية ان قريبا جدا ان شاء الله هنعلن عن قرى كاملة في مصر تم استقصال فيروس سي منها في ادوية تانية غير دواء السوفالدي ان شاء الله بتطرح حاليا يعني في خلال الشهر اللي فات ده وفقة الاف دي ايه منظمة الغذاء والدواء الامريكية عن دوائين الحقيقة بيمثلوا نقلة برضو في استخدام العقاقير الموجهة ضد فيروس سي ميزة هذه العقاقير انها اولا عقاقير كوبو يعني اكتر من دواء مع بعض وتأخذ عن طريق غم وبتستخدم في حالات التلايف المتقدم يعني احنا لغاية دلوقتي يمكن السوفالدي متحجمين فيه سنة لانه برضو بيستخدم معاه الانترفيرون ففي بعض المحذورات على بعض المرضى اللي ما بنقدرش نديهم انترفيرون العقاقير الجديدة سوف تطرح في الاسواق خلال 2015 وهيبقى عندنا اكتر من سلاح ضد هذا الفيروس العين اللي استنزف كتير جدا من موارد هذا البلد الحبيب مصر تفقلوا مرضى فيروس سي خلاص ما عندناش مشاكل خالص السوفالدي فيه شركات مصرية هتبدأ فيه انتاجه محليا وبلاش بقى حملات التشكيك يقولك اصله ده غير اللي موجود برا لا هي نفس المادة الفعالة الموجودة وهيصنع تحت اشراف المادة الشركة المنتجة الامريكية الاصلية لي ونتاجه الحقيقة في العلاج السلاسي السوفالدي مع الانترفيرون مع الريبافيرون لمدة ثلاثة اشهر النتاج مبشرة جدا بتعدي نسب الاستجابة المستدامة الى الخمسة وتسعين او السبعة وتسعين في المية اما العلاج السونائي المعتمد على السوفالدي وعلى الريبافيرون بسليا الاقراص لمدة ستة اشهر بنتاجها اقل شوية العقاقير الجديدة اللي هتطرح ان شاء الله في الاسواق ودي كومبو بتفيد جدا المرضى اللي عندهم حالات متقدمة من التلايف الكابدي والاستسقاء وخلافه ودي بتأخذ عن طريق الفم ونتاجها برضو مبشرة يعني نقدر نقول ان وداعا عام 2014 ووداعا ان شاء الله برضو فيروس سي اللي كلفنا كتير جدا جدا جدا